اشتركوا في القناة في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الـ DNS Server وعلاقته بالتعامل مع الويب سيرفر في التحويل بين اسم الموقع الالكتروني وعنوان الـ IP الخاص به لتسهيل حفظ اسماء المواقع الالكترونية من قبل المستخدمين في الشبكة الـ DHCP عبارة عن بروتوكول يقوم بتوزيع عنوين الـ IP بصورة تلقائية لجميع الحاسبات المربوطة بالشبكة دون الحاجة إلى كتابتها بشكل يدوي من قبل المستخدم يقوم بروتوكول DHCP بتوزيع أربع عنوين لكل حاسوب وهي الـ IP, Subnet Mask, Default Gateway وDNA Server مع ضمان عدم تكرار نفس عنوان الـ IP في الحاسبات حيث عند ربط الحاسوب بالشبكة يقوم بالبحث عن وجود خدمة الـ DHCP ثم يقوم بإرسال طلب إلى السيرفر من أجل الحصول على العناوين الأربع يتم تفعيل هذه الخدمة في سيرفر يربط في الشبكة ويسمى بالـ DHCP Server ولتفعيله نتبع الخطوات التالية اشتركوا في القناة 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 الى هنا تنتهي محاضرتنا واتمنى ان تكون الفكرة واضحة لمعلومات اكثر تابع الروابط في صندوق الوصف سؤال هذه المحاضرة ما هو الـ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة